موسيقى الملعب كان مؤذر وكان فيه نشط لغاية الساعة 12 ونص أو 12 تقليلهم وكان فيه مرافق تانية شغالة اللي حصل دوا حصل على حسب ما بلغني وحسب لما شوف الساعة في حدود 3-4-3 الموضوع شكله يا دكتور فعل فعل ده اكيد فعل فعل اه فعل فعل لان فيه كمان على النت كده كلام معناه يعني ان كل ما تأملوا حاجة هنخربها لكم او يعني بالمعنى دوا اه طبعا احنا عملنا محضر في الشرطة من ناحيتي انا حولت مدير المركز والحارس ومسؤول الملاعب للتحقيق وخطبت طبعا الوزارة بالواقع وخطبت الشركة اللي هي عاملة الملعب عشان نقدر نلم الموضوع ونقدر مش نلمه يعني انتري عليه لا انا فهم نصلح الملعب ونستفيد به ونسوط الفرصة على الناس اللي عايزة تفسد فرحتنا بملعب زيدة يا دكتور اهاب الملعب ده قمة في الجمال ملعب قانوني محطرة نعم تتجلم عن نفسها اكيد نعم تتدقني طيب يعني اه فضل خضر النيابة بدأت خطوات في التحية فندم طبعا طبعا تمام مركز شباب المحرص يعني حضرتك عارفة المشكلة وكنا تبنناها هنا وبدأنا في التنفيذ لكن المصرف اللي موجود في حل ولا ما فيش حالة يفد المعرض في توفيق اوضاع يا دكتور مه لانه هو فهم كبيرة حول مدرسة مه أين اعطنا لهم فرصة يوفروا ارض يخصصواها والوزارة مفكر متأخر معنا والخطة الادافية بتاعيتنا برضو ممكن نعمل منع المركز مه مه يعني توفير الارض هذه المضطب oggi دلوقتي آه هو وفر لأرض مخصصة واحنا مش بنتأخر في موضوع المدني اوو المزارت أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مريم يونان مدير شباب رياضة بالمينيا شكرا جزيلا